زون ميكست اهدف السيابي يسجلوهم جمال شتال وكذلك أشرف عبد العفور ضد ما ما في حين علي الدين بن صالح سجل الهدف الوحيد للمستقبل كما قلت نستقبل هو المحامي عبد العالي جيبي لأطلق حملة عبد السلام اليونسي على مواقع التواصل الاجتماعي صدق كبيرة تلقى الحملة هذه تقريبا يوم بعد يوم كان يقدم الخاص بالأحباء من أجل تقديم الشكاوي ضد عبد السلام اليونسي فيما يتعلق بقضية المناعبية الكاميرونيين تعطينا هو أكثر فكرة على الموضوع هذا السعب على الهبيك الهبيك عسلامه مرحبا بيك شكرا على الاستيذفة مرحبا بيك سيدي بيه لو كان نحط الموضوع فيه تعالوا تحكينا شوية على الشكاية هذه والبادرة هذه واللطخة التي سميتها سميناها لطخة شكرا مباركة لو فيك احنا سميناها لطخة لأن استنسخنا تجربة اللطخة المالية لأنه نعرف السادة الكبيرة اللي حققت العملية هذيك وليساهمت تقريبا نجم نقوله في انقاذ النادي من الوضع اللي تردى فيه وساهمنا فيه خلاص وديون بمبادلات طوعية من الأحباء استنسخنا نفس التجربة عملنا هاللطخة هذي سميناها لطخة قانونية لطخة شكيات نحبه لأنه الهدف هو أنه الصوت بتاع الجمهور النادي الأفريقي يوصل عالي ما يوصلش خفيف كيمشي إنسان بمفرد ويصب شكاية في مكان ما ديما تقع بمهما كان الإجراءات المشتتابحة مش تقع كان شكاية فردية وربما بعد الوقت يصير فوتور ما تعطيش النتيجة وهذا يشوف ناسها بيخانش نوساء حبينا إن اللطخة تكون عندها بعد قوي إنها توصل للريسان لأنه هي مشتتلوها خطوات أخرى الشكاية ما هيش شخصية ما هيش ضد سيد عب سلام اليونسي أو مجد الخليفة أو أي شخص نعم نعم هذي قالت بمجد الخليفة عب سلام اليونسي كيفش تقليمي الشخصية؟ لا ما هيش أحنا نرقز من أننا نتلقوش في عيداء شخصي لكن وصفه هو الممثل قانوني الهائي المدير للنادي الأفريقي ومن معه باعتبار هي الأسماء اللي العقود والعملية والتسجيل اللاعبين دولياً ولكل فمبدئين قلنا وكل شخص من سيكشفوا عنه البعض لكن الهدف متاعنا هو هو محاكمة ممارسات هو محاكمة تعاطي مع نادي الرياضي ما هوش مسألة شخصية وإنما أحنا نحب نسلطو الضوء على ما يحصل في النادي الأفريقي لكن يكون تسليط الضوء عالي لأنه كما النتاج اللي قاعدة جينا واللي هي معناها مشجعة الأعلام يتناول هالمسائل هذي الهيئات المعنية بملفات الحوكمة في الاندي الرياضية وخاصة الموضوع النادي الافريقي بالذات زادة يعطيه اهتمام أيضا عندك زادة سلطة الاشراف وكل من لهو اهتمام بالجماعيات الرياضية نحبه أنه ما يهتموا بشأن النادي الافريقي ولا يترك النادي الافريقي لمواجهة مصيره اليوم احنا كانت عنا تجربة قديمة بفترة سيد سليم الرياحي وانتهيت بديون وكنا نعتقدوا أنه استخلصنا الدرس لأنه أهم عبره عملها الانسان أنه يستخلص الدرس من أخطاءه الافريقي في فترة سيد سليم الرياحي حاصلت فيه أخطاء جاسيمة باش ما نقولوش وقبلها كانت الهيئة التسييرية كانت تجربة إيجابية مع الهيئة التسييرية رغم النقاس لكن كانت على الأقل نتائج مرجوة وكنا ثم تواصلة مع الأحباء تواصلة مع الأعلام وكانت خطوة سبشرنا خيرا بالله سيد سليم الريونسي رغم أنه جاء يلقى جبل فعلا كانت هناك جبال من القضايا والخطايا المالية والقضايا المتراجمة لكن منحة أكثر من فرصة فوجئنا بأنه عدنا لنفس المربع الأول كل الانتدابات تكون فاشلة تتلوها شكايات ضد النادي وتتلوها خطايا مالية إذن نحن لم نتقدم قيد الغنملة لازلنا في نفس المربع انتدابات فاشلة خطايا وديون فكرة اللادخة القانونية هي مستلهمة لهنا خاننا نحكي بالنقطة بالنقطة يقول القايد هذه أمور أمورية عادي معنا فكرة تقدمت الانتدابات فاشلة معناه كلامك سحية الأصل في الأمور أنه يصير أنه فشل في الانتدابات ولكن الفشل يختصر على حالة ثنيت واختلت أنت دب عشرة من الناس عادي جدا لأسباب فنية ولأسباب رياضية يفشل الانتداب أما أنه يصبح الفشل كلي كل الانتدابات يكون وصيرها الفشل وليس أكثر مدارة ثم جمعيات الرياضية نجم تفشل لكنها تعالج فشل الانتداب بالفسخة بالتراضي مع اللاعب بتسوية الوضع مع اللاعب دون تكبيد النادي مصاريف قضية الكامرونيين هي ملخص لكل محصل هي القضية اللي لكست هي حبيناها يكون هي المنطلق لأن القضية هذي فيها حاجات عليش اخترتوها هي بالذات؟ بالضبط لأننا حنا نعتبروها هذي سيتم معنا هي أفير تموها هي تكشف عن الإهمال عن التراخي في التعامل مع النادي عن ربما استهتار بالمصالح متاعه المالية ووصولا إلى أنه ربما نشكه في وجود نواية غير طيبة في كل ما حصل باي باش نبدوها في حين سنحط مقول في اهطارها أي حاب أي عبد تتذكر اسمه مثلا عبد السلام اليونسي وإلا مجد الخليفي وإلا أي حد من الهيئة الفريقي يحبي يتدخل حاول حق رده اللي يوضح حاجة ما نحبه بيه أكيد الناس كل تعرف الرقم ونجم يتصلوا ويوصحوا أي نقطة باش نحكيوها وإلا تحكيت أصلا دي جاء شكرا ببارك الله وفيه قلنا الموضوع هذي الفريقي في الموسم هذي كان يتذكروا عملنا ما أكثر من عشر انتدابات من زكريا العبيدي من الموشيلين من برشة انتدابات صارت لكن المعبية هذوم الزوز جمهور الفريقي ما انتبهاش لهم فيه بينه فوجئنا بصور على الموقع التاع الجامعية وتبادل الزوز ملاعبية لبسين ملاوه الفريقي وأمضاوا عقد في تلك الفكرة أنا انتذكر حسب متابعتي الفريقي عملت سبعة وعشرين اختبار باش نبحثوا عن مهاجم وانتها قبل موسم الرياضي انتدابنا ساسركوه الزوز اللعبين هذوم اتعدوه في غفلة من الناس ما نعرفوش ترانيو ولا ما نعرفوش المدرب شايفهم ولا اذا جمعية الرياضية في حاجب الناد الافريقي جيب زوز من لعبية مجهولي مغمورين ما هو مش فلتة كراوية باش نقولوا نجيبوهم في صمت وفي غفلة من الجميع ونسحولهم باش بيسقوه وش من لعبية ما عندهمش تقريبا تاريخ باي اللي هنا ايه في الصور اللي حكيت اليومينتي وخرجت كانوا موجود ما فان خليل محجوب اه كان موجود ايضا حمزة يوصلاتي كانوا موجودين اه في التصور ايه في التصور ايه علش انتم اخترتوا بالذات عبد سلام اليونس ومجد الخليفة لي احنا لا وقلنا وكل من سيكشف عنه ايه امس عايز سميت وهذا مزوز بالذات علش هذا مزوز بالذات اول حاجة سيد عبد سلام اليونس هو رئيس الجمعية وبالتالي لا بود علي كل ممثل الخانوني استيد مجد الخليفي مبدئيا حسب كل ما رشحه من معلومات انه هو وربما الكتاب العام النادي لا نعلمه في تلك الفتر لا نعلم لكن ما رشحه وما قاله هو بنفسه صرحها الكتابة العامة كان منوبة روديه ربما ربما يكون ايضا عنده علاقة بهذا الملف لاعبين لم تستكمل اجراءات انتي دابهم الصح انه من باب التروي لا يتم تأهيله الا قبل استكمال اجراءات التعاقب هو بنفسه سيد مجد الخليفي صرحها قال احنا اختلفنا مع رئيس الجمعية اكتشفنا انه معهوش رئيس الجمعية واحد ثم ازوز رؤسات جماعيات طلبة منه اموال نخده لغير ذلك اذا انتي مستكملتش ما صار انت داب فلماذا يقع الاسراع بتأهيل اللاعبين هذا خطأ جسير على فرض ان انا اخطأنا والانسان يخطأ سبحان الله لماذا لا نحل ذلك الاشكال حينها بشكل قانوني بالاستعانة برجالات القانون بتاع النادي ان يبرم عقد فسخ واضح وصريح بيتانجيب عقد الفسخ لا العقد اللي يبرم حينها مع اللاعب كان في شكل على ما يبدو من ممذة من جنب واحد ومن طرف اللاعب نعم اذا خطير جدا هذا هو انا قريت هالشكاوي اللي تقدمتو بها والنموذج واللي عال العريض نعم اه اثناش اكتوبر 2019 اه كان لومتو على مهجل الخليفة تصريح كان الهنا معنا وقتها قال اه الحكم ابتدائي ما كانش نهائي كان الحكم ابتدائي واندوما ذكرتو في الوثيقة بتاعكم اللي كان وقتها نهائي هو غالط الأحباء قلتوها لا احنا شوف هو خدت الفيديوهات على اليوتيوب التواريخ معناه معناه التضارب ايو لكن تم تصريح كان فما غالطة في التاريخ كان تم غالطة فماكتوبة عمارية سير اثناش اكتوبر 2019 في هو في اكتوبر صدور الحكم الابتدائي والاحكام لفئة اللاعبين لكن في جوان من سنة 2020 كان هناك تصريح بانه توجد مفاجأة للأحباء النادي الفريقي بخصوص هذا الملف بمعنى انه موقفنا قانوني سليم الفسخ كان من جانب واحد من اللاعبين هم الذي تحيلوا على النادي بإخفاء مشاركاتهم الدولية وكانت ديما التصويق اننا في موقف قانوني سليم يفترض هنا اذا كان موقف النادي سليم ان نتبعوا مسار التقاضي حتى النهاية ويكون الحكم يعني من صالح النادي الفريقي احنا لانه المعلومات الشحيحة بخصوص هذا الملف نستقيم في معلوماتنا من الخصب ومن مراسلة المحام البلجيك اللاعبين بمراجعة المراسلة اللي توجهت للفيفا مطالبة بفتحة إجراءات تأذيبية ضد النادي الفريقي تبين لنا ان بعد ما توليت الهيكل الدولي الفيفا اعلام النادي الفريقي بالاحكام لم يقع استقنافها وتم اعلام النادي الفريقي في 5 فبري 2020 هذه معلومة مؤكدة نعم من المراسلة اللي وجهها المحام البلجيك عندكم اسباب علش ما يتمش في استقناف؟ اعتقد انه نعم في تخميني انه الناديك حينها كان منهمكا برامي صلح مع اللاعبين ولذلك لا داعي من الاستناف ولكن انت عندك احتمال ان يتم الصلح واحتمال ان يفشل وهو هذا اللي يمنع ذاك نعم يفترض ان تستأنف الاحكام اولا لانك صاحب حق وتعتقد ان هؤلاء اللاعبين اخطأوا او اخفوا معلومات عن النادي وان انهاء التعاق كان ضامن لمصلحة النادي ثم فيما بعد ان كان هناك صلح يعقى تقديم كانت بالصلح او ان يفشل نواصلوا في الدفاع عن النادي اذا هذا الاخلال من اللاعبين في اخفاء او بمعنى انهم دلسوا او كذبوا عن النادي انهم عندهم مشاركات دولية واكتشفنا ذلك والقانون ربما ينصفنا اما انه حكم بالضخام المالية ينتهي بيه الى اعلام نبيه وما يوقعش استأنفه ويصبح النادي امام حتمية يعني صدور الحكم وانتهاء جال استأنف يعني انك مطالب يدفع المبالغ المالية انك عرضة لعقوبة المنعم الانتداب ويصبح تصبح في موقف ضعيف جدا في ابرام صنع باش تفسروا انتوما هذا هذا هو الاهمال هذا الاهمال الايداري هذا الجهل بالقوانين هذا عدم تمكير جال قانون الحقيقيين في النادي انه ميداء ادافوا على مصالح النادي وذيروا الفين وعشرين حاني هنا هنا حسب قراءتك تقصير وإلا اهمال وإلا عدم دراية واشنو بضبط؟ قلت لك انا في تخميني انه فكر السلح ربما هيلي تشفع انه واحنا نبحث مع السلح ولكن لا تبحث عن السلح وتترق حقك في الاستئناف ذلك الحكم لانك هناك خليت الخصم في موقع اقوى منك ولكن حتى ذلك السلح الذي اشيره ويذا يوه الازعج في الملف هو اصبح يطرح تسئولات عميقة تكتب السلح الذي النادي الافريقي ابرمتو مع اللاعبين ومع ممثل جديد لهؤلاء اللاعبين ومع وكيل يبدو انه قدم الى تونس هذا الالمان الجنسية وتسلم من النادي مبلغ 40 الف ورو وامضى على تلك الوثيقة وقدمت للفيفا يعني فيما بعد نفاجأ بمعلومات لا تليق بالنادي الافريقي لاعبين كاميرونيين حسب المراسلة متاع المحامي البلجيكي ويجب علي المديرة ان تتعمق في ذلك جيداً يبدو انه ثم شكايات جزائية قدمها اللاعبين الكاميرونيين ضد النادي لانه هو مرفق في اللانكس متاع المراسلة متاعه شكايات اللاعبين منعرفوش يبدو انها تقدمت في الكاميرون او تقدمت في دول اخرى ينكرون امضاءاتهم وينكرون ان تكون لهم علاقة بهذا الشخص الذي قدمه لتونس وتسلم امضاءات اللاعبين امضاءات اللاعبين اتضح انه مكتب المحامة في الكاميرون غير موجود وثم مراسل مقدمة من هيئة المحامات في الكامرون تفيد أن لا وجود لمكتب محامات بذلك الاسم إذن كيف تتعامل جمعية في حجم النادي الأفريقي وكيف تقع مع عباد ناكرة مع عباد ناكرة يبدو أنهم افتعلوا يبدو أنهم افتعلوا أو لا ندري كيف صار هذا التعادي أهلا اللي يخلي أموال النادي ربما مست أو مست مسالحها إنه قدم هذا المحامي البلجيكي إلى تونس والتقى بأشخاص من النادي الأفريقي وبحث عن الصلح بمبالغ قليلة جداً بمبالغ ما تفوتش مئة وخمسين الفروق كان تلب ثمانين مليون وروق تلب ثمانين الفروق يعني يعني اليوم نتفع فيزوز مليار دوبار كنت نتفع فيها ثمانين الفروق لو طوليبها من جمهور النادي الأفريقي أن يلتخ لهذا المبلغ اللي قدمنا هذا المبلغ بعد تحكملهم مليار ونص مليار ونص ما أموال النادي وإحنا هنا سلام إحنا راه وثم مسؤوليات ثم المسؤولية المدنية وثم المسؤولية الجزائية إن ثبت وجود تواتأ من أي طرف ما في النقطة هذه حسبناك كتبتوه انتوما كتبتو خطأ أهمال لسألتك أنا وإلى سؤنية فساد قلتو خبرة مجد الخليفي في الكتابة العامة في الإدارة ما تخليش يؤرض خطأكي ما هك هو مجد الخليفي سي ولا السيد مجد الخليفي ناجمي جابهنة بأنه غادر يعني قدم استيقاته في ديسمبر في عشرين ديسمبر من سنة 2019 ناجمي جابهنة بأنه غادر ولم يكن طرفا في الاستئناف وما حصل فيما بعد لكن الإدارة الحالية نحن ديب نحكيه على إدارة الحالية إن هذا اليزعج إنه اليوم المحامل بلجيكي سامح لي نفسه بأن يهدد النادي الأفريقي أمام الهيكل الدولي وبنية والوكيل يتحدث عنه أن يصلت علينا عقوبة تاريخية وأصبحنا متهمين بالتدليس هذه فيها مساس كبير بسمعة النادي الأفريقي فريق متهم بالتدليس ونطلب الآن خضية مفتوحة وملف تأديبه وطلبت منه تقديم توضيحات إذا كان النادي الأفريقي يتحيلوا عليه هذا الوكيل الكامروني واللاعبين كان يفترض في إبانه منذ شهر فيبري منذ شهر مارس منذ الادعاء بأن النادي الأفريقي دلس أن يقع مقاضات أولا هذا الشخص الذي قدم إلى تونس وتسلم في حق اللاعبين اللاعبين أنفسهم باعتبار النادي يتمسك بأنه كانت له اتصالات مباشرة بهم إذا أنت تمذي وتنكر وتنسب للنادي التدليس يجب فورا ودون تغيير ودون تواني تقديم شكايات جزائية ضدهم ولأنه هذا يثبت ماذا؟ يثبت حسن النية النادي في التصرف باشي ما حتى حد ما يهدد النادي ما تقدموش هما شكايات هذا مؤكد هذا تقريبا مؤكد حسب قراءتك عليش حسب قراءتي هذا هو اللي حابوا نفهمه آه هذا هو اللي حابوا نفهمه هل فعلا النادي تورط أو بعض المسؤولين فيه في إمضاء هذه الكتائب يعني والذي العقود واته ديو بروكيراسيون وكاتب صلح أم أنه ثم شخص ما تفهم أنه جاب لهم كاتب حاضر ويقول لهم آنا توسطت مع الناس أذومة وتفضلوا أمذيوه ومش نسكروا والنادي يحصل هل أنه ثم نعدام خبرة هل أنه ثم جهل بالقانون أو هل أنه يخفي ممارسات ربما تفتح ملف للتحقيق فيها وفهمها عشان نحاولهم نفهم الحقيقة ماذا حصل لماذا حتى لا يتكرر لأنه رو نيد الأفريقي ونقولوه الأحبان نيد الأفريقي يعرفوا شي هذا ملف حسين ناتر ملف كرول كانت فيها شبهات على حاجات كي ما هكا يعني المدرب رودي كرول كان ينهى التعاقد معه برسالة مضمونة وصول حسب العقد على ما يبدو بأنه لن نواصل معك العقد ويتسلم أجر الشهرية وضع لي حتى وندماء كيف كيف وندماء بخصوص لأنه جيل تونس وأمواله دفعات ولم يقع الاتصال بيه أما في ملف حسين رودي كرول قيل أنه لمحظر الإنذار أو رسالة مضمونة وصول في إنهاء التعاقد وفتقدت من كتاب العمل أستاذ ماذا بيه ما تحكيريش بحاجة قيلة ماذا بيه حاجة ثابتة لا هذا الكلام هذا ما روجه أنه العقد يسمح للنادي بإنهاء مع رودي كرول بمجرد مراسلة منه المدرب شكاية بالنادي وربح القضية متاعه إذن النادي لم ينفذ ما هو بالعقد هل صدر فعلا تنبيه أم لم يصر وهل أن التنبيه صدر ثم ثمة فيما بعد ثم من تلاعب به سؤال يطرع ليش من الناد الفريق عنده رجال قانون عنده رجال قانون من نادي ومن غير الناد ثلاغ يجيب رجال قانون من نادي ثلاغ يجيب رجال قانون من خارج النادي من لهو سمعة ولا هو كفاءة قانونية يدعمك ويساندك قلنا هذه فترة قديمة ومشيت على روحها جات هيئة جديدة حلمنا وآملنا أنه مش تصلح. تصلح الإدارة؟ تصلح اللي جان للجل القانونية، اللي جان لاحبا، اللي جان الناعملوا اللي جان جديدة، اللي جان متحها، وكم اللي جان متح حسن، تصرف، تصرف في أموالي النادي، يبحث عنه. اليوم نحض المثال صغير عنا، الموضوع متاعنا على البوتيك. لطالة ما قيله أنه البوتيك ما ناجم نعمل فيه حتى. شيء لأنه العقد ممذلوم بلحق من فترة السيسد مريح. وننتظروا النهاية منتاعه. العائدات اللي ترجع الناد الأفريقي من البوتيك، قداش 10% حسب مقاله 15% من مبيعات السنوية. علش ما يكونش الناد الأفريقي الحق في أنه ياخد 20 و 25 و 32% من العائدات البوتيك؟ علش ما يصيرش كوراس شروط، وتطرح أمام أكثر من شركة، ولا يتقدم بأفضل عرض، يتفضل ياخد. ديماً نقاوك الغموذ منذ أيام، حتى كان هناك حديث على تجديد هذا العقد. طيب، هل تداركنا ما حصل سابقاً؟ هل تداركنا آآ أنه النادي فيما أنه يخسر طار بافيت بربعة دينارات تاخد مني 500 مليون للنادي 10% حسب ما قيله من عائدات العقد؟ هذي الكلها الحاجات اللي تخلي يراه الأفريقي اللي يحبي يحوكم ويحبي يعمل موارد مالية قارة، ويحبي يحسن من قياه من نادي باش ما يقعش في ديون، يلزم يحسن إدارة الشأنه بتاع النادي. أحنا القاضية نطاع البلجيكيين حبينا تكون شاهد عوى صفارة الانظاهر باش الجمهور ينتبه أول اللي ما يحصل، اثنين نخرجه جمهور النادي مع حالة الأحباط، نخرجه الجمهور مع حالة حك الأهمال، ولي أصبح الجمهور في حالة يأس إنه مش يصلح الوضع في النادي، نحبوا نقولولهم رأون نجموا، نغيروا في النادي بتاعنا، نغيروا بأساليب راقية وحذارية، ما نحبوش شعارات الشارع والحل والمسادمات، لا، هذي ما عندهم مش توصل، بس خلينا في مواجهات مع أطراف ما يشي يخصوهم بتاعنا، نعبطوا نعملوا حاجة لا، نتحركوا بشكل قانوني، يتحركوا معنا رجال قانون، علش أستاذ قلت له مكتوب فسخ العاقد ما كانش بشكل احترافي؟ نعم، لأنه هذي من نجم و كاركة رجال قانون، نتمسكوا بيها، انتبت أنه اللاعبين أخطأ، و أخفاوا على النادي معلومات، و رئيس النادي يمتاحهم طالب طالبات غير خانونية، أو أنه ادعاه أنه هو يمثل وتضحط مزوز اللاعبين، وهو قال لا لاعبين ذو ما يعتبوا جمعيتي، أنا نجي أي محامي، أي رجل القانون عنده في العملية هذي عنده التزام بتحقيق نتيجة، مش التزام ببال العناية، م محامي كي يكتب كونترات و مشي بأعدار، القانوني فرضى اللي يمشي عمل اتلاع و يضمن ما اتطلع عليه و يعلم الخصوم بذلك، أنا مش نكتب عقد فسخ بتاع اللاعبين، يظهر لي أبسط الرجل القانوني، نجم يكتب عقد قانوني، ممذم الطرفين، يحدد صراحة أنه الرغبة في فسخ هذا العقد و عدم ترتيب أي أثار قانونية، والتنازل عن كل مطالبة، و يمذى بشكل قانوني و يودع حتى لا نكون محل مسال، بإجراء بسيطة في الخير بحصوص مليار دول. هذي أمور بديهية، هذي أمور بديهية، هذي الفريق في حجم ناد الفريق، هذي أمور بديهية لفريق، يضر اليوم حطي فرق الهوات، ما عاشوش مشاكل ناد الفريق، عطيونا فرق في الهوات في تونس عاشو مشاكل هناك. شكولوا رأيكو ستياث؟ صدقني فردياً، موراي حتى أنسى. كيفية جيتك الفكرة؟ لإني ناد الفريقي كيفي طوي، كنت في تاكسي مع شخص اللي طلعت معه في التاكسي، نلقى يسمع في ناد الفريقي مع البونتو الثاني مش يبكي، قال لي حياتي كل عادية مع ناد الفريقي، نطبع فيه في كيف كل مكان، الفريقي هذي أنا مش مريض في موخي، أحنا أحبان ناد الفريقي نحبوا ناد الفريقي، والفريقي حياتنا، و نعيشوا عليها، موراي حتى إنسان، نحبوا نعاونه، نلقى... موراي خاتر دي ما السؤالة ذاية، نعرف، صحيح؟ كل مرة يطلع اسم في الناد الفريقي، يحب يعمل حاجة مظا، صحيح، صحيح؟ يقول قليل، يحب يحير اسمه عاشي، يلقا لهذا فئة أحبان ناد الفريقي، و بشكول اسمه... نحبوا الناس يكونوا إيجابيين. أي إنسان ينجم يفيد النادل إفريقي يتفضل يفيد النادل إفريقي. يفيدوا بشكاية يتفضل يفيدوا بفكرة. فكرة اللطخات ونحييهم الفريق متاع اللطخة و هيثم و اللي معاها. يعني جيت فكرة. كانت فكرة عملوا قروب باش يحكيوا عن النادل إفريقي. تحول إلى إنه لطخة إلى إنه جمعنا ستة و سبع مليار دوش. كمش يمدهمنا سبع مليار دوش هات وقت حت حت. هدفكم عبسة ما ينسوا يدخل الحبس؟ لا معناش الرغبات هذه لأنه هنا مع هذه العقلية متاع السجن والتشف و كل هذه بعيدة علياة. مدام مدام قدمين قضايا فسادهم؟ لا هي قضايا. احنا ما قلناش بالمعنى إنه أشوف الفساد أنواع. ثم الفساد الرياضي و ثم الفساد المالي و ثم الفساد اللي فيه تدليس و تيه. احنا الهدف نقوله ثم أفعال رياضية موجودة تبدأ من الإخلالات والاستهطار والتقصير و وصولاً إلى الإهمار والأخطاء الفادحة والفاحشة في حق النادي و وصولاً إلى التلاعب و هنا. احنا ما نتهموش حتى حد بمش مزحنا سلطة. احنا ما ناش نيابة و ما ناش سلطة ما ناش هيئة بش تحقق يقع التحقيق في الملفات وتقدم. خلينا نعطيك ملاحظة صغيرة. الأستاذ العميد شوكي تبيب و الأستاذ شوكي تبيب و رئيس الهيئة السابق في تصريح 23 جنة في 2020 تم سؤاله عن نادي الأفريق و عن مآل القضايا عن نادي الأفريقي. أجاب بالحرف الواحد ثبت لدينا في بعض الملفات أن هناك تلاعب بتذاكر اللقاءات في النادي الأفريقي وسوف نحيلها. قال ذلك حرفين و التزيير موجود وبإمكانكم الرجوع لذاك. نتفكر. نعم صرح بأن في بعض الملفات أصبح من الثابت للهيئة وجود تلاعب بالنادي. ما استكمل أبحث. أحنا الهدف اليوم. ما صار حد شيء. آآ ما صار حد شيء. عليش دعم. ما خطر ليسوب شكاية ما يتبع حاش يمشي مرة اثنين كي ملا سيد قيس خفير يزوري ساستدعيتوه وصرح بذلك. الناس تحبط راو يمشي مرة يتبع شكاية المرة الثانية بعد شهر اثنين يحبط و يشغل بمشاية الأخرى. إن شاء الله نأمل إنه اليوم وعليش حبينا الشكايات تقدم من عشرات ومئات ونأمله النسل وعشر آلاف على قل شكاية نحب نقوله بالصوت العالي. مش تكبسوا انتوما؟ مش نمشيوا للأقصى في ذلك إحداث التغيير في النادي الفريق. عليكم فكرة قداش حد من عبد عمل شكاية؟ النجم نقولك طوى ثم ما يقرب الماء من هنا للي معناها ملي بداية الحملة للبريد للناس المستعدة. النجم نهارتين سباح نلقوا لميالي إنه ثم بالعشرات تصلوا بي أنا شخصين. واحنا عنا فكرة بش خاطر بش تبدأ بشوية ثم مش نتنظموا أكثر ومش ننفتحوا على أكثر الناس حب تخدم معنا. الهدف نحبه اليوم ثم هيك رقابية وثم سلط إشراف وثم جامعة تنسية كرة القدم. ثم قوانين تحكم. الجمعيات الرياضية تحكمها قوانين. رغم لي ناقصة ونأمل هنا تتغير. لكن ثم قوانين. ثم الأندية مطالبة عامة جلسيتها العامة. شوف النادي الفريق تتذكر المراسل اللي جيت من المندوبية الجويل للرياضة. اللي ورى رأسة النادي الفريقي في خمس مرات طلبت منه حقب جلسيتها عامة تقييمية. عرض تقارير مالية امتاحها في أجهاء اللي ذبيتت ولم يقع احترام ذلك. اللي نحبه نحبه النادي يتحسن ويقطع مع الارتجالية. الارتجالية بربي موضوع صغير ما نختم به. الارتجالية في النادي. اليوم كنا نشوفه النتيجة الفنية اللي حصلت. ننتدبه خمسة ملاعبية ولا ستة جزائريين نجم يفيدونا. من جويلية. من نجم نأهلوهم جراء الأخطاء الإدارية. ومنقرأوش حساب الفترة الانتدابات والكل نخن نأهلوهم خمسة وعشرين جنفي. ذهاب كامل انتهى برسيد محدود. وآآ شهريات تمشي للعبين والموسم يكادي يكون قد انتهى. أنا نطلب بربي نيداء صغير. وهو هذا الهدف اللي نحبه نصلوله. نطلب نعم نطلب من رجال النادي الأفريقي اليوم. الي عنده القدر يعاون النادي الأفريقي ويتسلم قياة النادي الأفريقي. ويقوم بالواجبات المالية وعنده الصمع والثقال المالي. اخرجوا من الاستكان متاعكم. اخرجوا تقدموا. اعرضوا برامجكم على جمهور النادي الأفريقي. خليه يختهر منكم بأفضل مجموعة. ان شاء الله تسلم النادي الأفريقي. وتحسن إدارة. شكرا لك أستاذ عبدالعالي تجيب على كل تفاصيل المداتي هنا. بخصوص لاتخد عبدالسلام اليونسي. سبحان الله وفيكم.